السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أخوات الكريمات أرحب بكم من جديد في هذه القناة بداية أخواتنا الكريمات هذه الوصفة هي لعلاج تكييس المضايض بإذن الله هذه الوصفة هي طبعا وفق دراسة بحثية أجريت والحمد لله لها نتائج كثير مبتازة وأيضا أعطيت هذه الوصفة للسيدة التي يعاني من تكييس المضايض وأظهرت نتائج كثير رائعة تابعوني بعد الفاصل لمعرفة التفاصيل فضلا وليس أمرا أن تشترك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس ولا تنسوا الوضع على لايك أسفل الفيديو إذن أخواتي السيدات هذه الوصفة كما تشاهدون بسيطة وسهلة هي لكل سيدات تعاني من تكييس المضايض طبعا يعاني العديد من النساء من وجود تكييسات على المضايض وهي ظاهرة تعد ومتعددة الأسباب أهمها خلل هرموني وهو زيادة في هرمون الذقورة أو ممكن تكون أحد العوامل الوراثية تؤثر في عملية الطبوض طبعا في معانا مكونات ثلاثة هي طبعا أحدى الوصفة الأساسية زي ما تشايفين هذه الوصفة تباع وبالمناسبة هي متوفرة لدى مركز السلام للعشاب الطبيعية طبعا قام بطحن هذه الوصفة رح أعطيكم مكونات الأساسية لهذه الوصفة وممكن أن تستعملوها حتى لو كانت متوفرة هذه عندكم يعني ببلدكم وهي عشبة كف مريم ممكن أن تجيبوا المكونات الأساسية لها وأن تطحنوها وتجهزوها وتشربوها كمشروب في الصباح وفي المساء رح إن شاء الله تساعد بعد خمسة وأربعين يوم رح تجدوا فيها إن شاء الله نتائج لكن مبدئيا بعد خمسة عشر يوم يعني بعد خمسة عشر يوم رح تظهر النتائج المبدئية وهي بإذن الله يخف عندكم مشكلة تكليس المضايض وتوازن الهرمونات ركزوا معنا في المكونات المكون الأول والأساسي هو إكليل الجبل هذا هو إكليل الجبل كما تشاهدون هو مكون أساسي وفوائده كبيرة وعظمة جدا رح أتكلم في بعض الفوائد يعني بعجالة المكون الثاني هو البردقوش وإيضا فوائده كثيرة ومهم جدا في هذه الوصفة المكون الثالث هو المورنغا وهي أو ما يطلق عليها المعجزة الوصفة المعجزة وهي يعني لها برضو فوائد كثيرة جدا وعظيمة ممكن أن نقوم بتحديد هذه المكونات باستعمال العسل كما تشاهدون بهذه الشكل طبعا بالمناسبة إكليل الجبل له أسماء أخرى هو الرزماري أو الحلصبان فهذه المكونات الثلاثة التي ذكرتها لكم هي تستعمل ناخد مقدار من المكونات متساوي يعني بقدر مثلا ملعقتين من كل مكون نقوم بخلطه جيدا وبعد ذلك نضع ملعقة واحدة على كاسة من طبعا الماء الدافئ نتركها لمدة 15 دقيقة أو 3 ساعة وبعض العلم بتقول إلى ساعة كاملة ومن ثم نقوم بشربها قبل ما أعطيكم هذه التفاصيل وهذه الأشياء راح أتكلم بس في جزئية من هذه المكونات أهم فوائد إلها إنها بتساعد مثلا كإكليل الجبل بساعد على تحقيق التوازن بين هرمونات التبويض والهرمونات الأخرى فهو يزيد من هرمون الأندروجين وهرمون الأستروجين في الجسم هذه المكونات الثلاثة أخواتي الكريمات بيعملوا على توازن الهرمونات الجسمانية عندكم وبالتالي بساعد على تخلص من المشكلة التكيوس المبايض وتنظيم الهرمونات وتنظيم التبويض وعملية الدورة الشهرية الآن ممكن تطرق إلى طريقة التحضير كما قلت لكم أننا ممكن نأخذ بمقدار بسيط من هذه المكونات الثلاثة يعني مثلا كليل الجبل طبعا أنتم ممكن تخلطوها كمكون مثلا نأخذ خمسين قرام من كل مكون أو ثلاثين قرام من كل مكون وتخلطوها وتجهزوها مثلا لو أخذنا من هذه الجزء وأخذنا من البردقوش جزء وأخذنا من المورنغا أيضا جزء إذن لو قمنا بوضحها في هذه الكاسة على سبيل المثال كما تشاهدون هذه الكاسة الآن سأقوم بوضع الماء عليها الماء الساخن كما تشاهدون هذه هي الطريقة الآن يفترض أن نترك هذه الكاسة لمدة تقريبا ربع ساعة أو حتى ساعة بهذا الشكل ممكن أن نقوم بتحليتها بيع العسل كي يكون المذاق أكثر لائقا لكم الآن أخواتي انتبهوا إلى هذه الطريقة وطريقة الاستعمال طريقة الاستعمال هذا المشروب يمكن شرب هذه الكاسة لمدة عشر تيام بواقع ثلاث مرات في اليوم ثلاث مرات في اليوم نقوم بشرب هذه الكاسة لمدة عشر تيام بعد العشر تيام نقوم بشرب هذه الكاسة مرتين لمدة 45 يوم راح طبعا ان شاء الله تجدوا الفرق الكبير في هرمونات الجسم يمكنكم قبل استعمال هذه الوصفة عمل التحاليل اللازمة لطبويض وبعد استعمال هذه الوصفة يعني بعد 45 يوم أو بعد 30 يوم ممكن تجدوا تعملوا كمان مرة الفحص وراح ان شاء الله تجدوا الفرق الكبير هذه هي الوصفة التي يعمل عليها أغلب وأكثر المراكز الطبية التي تعالج بالأعشاب الطبيعية مشاكل تكييس المبايض وهذه وصفة معتمدة لدى جميع هذه المراكز هذه أحد أسرار المراكز الطبية في العلاج بالأعشاب اليوم أعطيتكم إياها وأتمنى تكون نارت عجابكم وتستفيدوا من هذه المشكلة وتعالجوا أنفسكم من هذه المشكلة وإن شاء الله بالشفاء العاجل لكم أتمنى في نهاية هذا الموضوع أنكم تشتركوا في القناة واتفعلوا زر الجرس وما تنسوا تضعوا لايك أسفل الفيديو لمزيد من التجهيئ انتظروا إن شاء الله بموضوعات جديدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة